شوف يتسم كولر بالواقعية دي نقطة مهمة جدا لما قال هو احنا عايزيني كورة مصرية تظل على هذا النهج لم يكن يتحدث عن مباراة في يوتشر تحديدا ولكن هو لاحظ كده ان ده نهج بيشيد بيه بعض السوداءات التحليل لما فريق يستطيع ان يصل الى نتيجة يعني سلبية مع فريق كبير فيقول لك استطاع ان يصل كده قال لك فكرة يا أستاذ فريم انت ما بتيجي حتى في الألعاب في البولي ولا الباسكو ما تلاقي فرقة ماشى يروح عمل تايم أوت ليه بيطلبه الوقت الإضافي ده يغير إقاع وتفكير الفريق اللي ماشي فانت أحيانا سواء كانت صفارة حكم أو كانت استغراق علاج لعب أو كان نزول يعني كان فيه الفعال لان الجهاز الإسعاف النازل بيتماشى وجاي من آخر الدنيا والحاكم ما خرجش اللعب برا عشان الإسعاف يقابله برا كل دي زواهر هو مش معناه ان فيه اتهام ان لازم ان انا بتاهم المدارب القدامي بيعمل كده لكن دي بقت ثقافة فيه مدارب نعمل كده واكتر ساعات وانتقلت العدوى إلينا ودي بتقتل إقاع الكورة أحيانا صفارة الحكم بيقتل إقاع الكورة هو عين كل القوانين صلحت يا سيد إبراهيم عشان الدنيا تمشي دا يا جماعة مشاركتنا في كاس العالم تسعين الفريق المصري أكبر اتحاد الدولي على تغيير القانون ماتشنا مع إيرلندا ترجع الكورة للجون يمسكها دا انت كنت محتاج تكسب عشان لو كنت كسبت الماتش دا انت اللي هتخش انت اللي هتخش مع انجلترا الرجل مدارب إيرلندا قال لكابتن جورة الله أرحمه هاجمني هتجور هاجمني هتجور فيه هاجمني هتجور فيه هاجمني هتجور فيه هاجمني هتجور بالقانون ما تقدرش ترجع الكورة للجون والجون يمسكها برجلك عشان إحنا كان في تعلمات لا تتجاوز خط النص يبقى انت كده كنت كنت مستاني توصل إزاي مش عايز توصل عايز تخرج بنتيجة ويبتدي تشيد بالنتيجة مش بالأداء فالإشادة من منظور النتيجة أنا مش عجبني لازم أنا أخليها للفرق اللي مستحيل أنها تنافس ممكن أشيد بقى بالتنظيم الدفاعي لكن لما فرق كلها تبقى تحت الكورة ومتكدسة ورغم كده تضيع ست فرص مؤكدة ومتكدسة زم أنت بتقول 28 محاول عجون منهم ست فرص مؤكدة ومتنوعة ومن لعيبة مختلفة فاطر الرجل بقى الواقعية الأكتر قالك أنا كمدرب لازم أعي إيه اللي بيحسب أنا عندي إرهاق ذهني لللعيبة وإحنا كنا في اليوم ده اللعيبة مش عايزة تفكر صح يعني إيه أنت موج وتباصل إزميلك اللي جنبك يحطه كرة جون فاطر تروح شايت من زاوية مستعيلة ده تفكير غلط فأنت الإرهاق الزهني الواقعية الأكتر قالك لو سجلنا جون كان الكلام حيتغير لكن إحنا ما سجلناش ولكن بقول إن ده بيحصل في كرة القدم وأنا كمدرب بعرف كده ما يحدث مثل هذا القدم هنا الواقعية علينا أن نقبل أحياناً بأمور مش حبّنها لكن هي كده تحصل مش لازم بالضرورة يعني أن يبقى فيه تقصير عشان نبتدي نتكلم والتغيير لأن أنت لعبت التشكيلك الأساسي معظمه 80% منه أو 90% وتغييراتك هي والأشت بيه قبل كده واللومته النهاردة لعدم التوفيق أو لعدم الصفاء الزهني والفريق ما كانش في يومه وتقلق مقابل جن الشيحسن مباراة لعب السنان ما نفزمتش الطبيعي إن ياخد ما نفزمتش دليل على إنك أنت وفرقة قررت إن مصلحتها المكسبة الشيء يبقى مخسرش هي بتشتغل مصلحتها أي يعني وكابتن علي ماري عايزين من الماتش إنه ما يخسرش عشان ما يفقش بسرعة المركز التالت ويشتغل على كده طيب الدور بقى المطلوب من الحكام في الماتشات اللي جاية زي ما كولر قال للحفاظ على وقت المباراة وإيقاعوا هما بالأول ما ترجع ليش كرة عشان ت لقيت الكرة ماشية إنها ما ترجعني وأنا قربت مجوني هناك عشان ترجعني ألعب كرة فأول أنت مصفر عليها يعني هو نفسه كحاكم كمان نفسه حاكم صفرته لازم تبقى بتساعد يا أستاذ إبراهيم هو لما القانون تعدل وقال لك إدي الحجم ثلاث ثواني إذا الفريق في الأدفانتج أو تحت الفورس ما استفادش من كرة رجعه ياخد حقه ليه؟ عشان لو استفاد منها كمل مش تعقبهوش مش تعقبني وبعدين ما سألت إن الكرة تتلعب من مكانها من محيطها متر كده متر كده الدنيا ما طريتش إدي فرصة ده أنا شفت حاكم مش الموتش ده اللي قابليه الكرة تلعبت قوت رجعها عشان كان عايز يكلم حد أو يزعل حد لا مش كده يعني موسيقى موسيقى